ايه فيحدث التوازن اللي بيتكلم عليها ابو عالي اللي هو مايجيش فيها جون ويجيب جونين على الأقل تلعب بالتلعب بتاعتك ما نغيرش بكرا في اي حاجة اعتقدك لازم ترجع بعد عودة امام عشور ترجع لتشكيل بتاعك اللي انت كنت مسببته الفترة اللي فاتت تتكلم على الشينايو بتتكلم على عبد الميناء بتتكلم على رامي ربيع انا مشوفهم الاتنين اللي عبوا مطش كويس قدام صندونز في السهاب عندك عالي معلول في الشمال عندك فيليمين هاني او اقرم اي ان كان منهم اللي يبدأ المماراة الاتنين كويسين وسط الملعب لازم التلاتة ديانج وامام ومعاوة ممكن مران عطيه بشارك بشكل كويس جدا تلعب بالتلاتة لان التلاتة هقدر يعملوا معاك توازن دفاع وهجومي والتلاتة اللي قدام اعتقد ما فيش خلاف كبير على بيرسي وكهرباء والتلات ما بين حسين وما بين رضا والاتنين يقدروا يقدموا لك الدور اللي انت محتاجه لازم تضغط يا كابتن على الاتنين اللي بين الدفاع كوانزي ومكوينة بأي طريقة الاتنين بيغلطوا بشكل كبير جدا 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 كمان عندهم اللي هو بطويل اللعيم المغربي اللي هو كان عندهم مكوينة اللي هو رقم 4 اللي ما بقاش يجي هو اللي كان بيطلحهم من وراء بزبط انت يا كابتن ما تضغط علي وكوانزي وكهي كان هتقدر انت تعدي شوي هتقدر انت تخليهم انهم مقدرواش يبنوا كرة من وراء انت مش عاول سوندونز بكرا يمسي كرة كتير محتاج انك انت تخلي سوندونز يعني يرجع للكرة ان هو يخرج من لعبات الكرة بتاعتistäات البساطية كتير لكرة ان هو يلعب بالونج باس كتير يلعب كرات كتير بحيث ان هو مقدرش يبدأ لعوه يعني متخلوش يلعب لعبه لا ما تخلوش يلعب لعبه طبعا بكرا انت بكرا محتاج انك انت تسيطر على وسط الملعب امامي يقدر يعمل لك الزيادة اللي هو جمي بشكل كواهي جدا والتاني ممكن يكون رايح وقتها. اعتقد انك لازم بوكرا خلال الشوط الاول تركيزك الكلي. تبقى كمان يا كابتن حريص جدا جدا جدا. بعيدا كمان عن تسجيل هدف. وبعيدا ان انت بخش فيك هدف. تركز كمان على كرات السابتة. بالنسبة لساندونز. ساندونز بيعملها بشكل خطير جدا عن تريل لعب الفوستر بلعب اسمه إليندي اللعيب من تشيلي. بقدر كابتن لعبها بشكل كويس جدا جدا. لازم بوكرا تركز مع ساندونز في الدربات السابتة. تقلل جدا. الاخطاء من على حدود منطقة جزائش النوي. محتاج كمان انك انت في وقت الدربات الروكنية. في وقت الفوالات العطمونتاشر. بالنسبة للنادل آلي. يكون فيه تركيز ويكون فيه استغلال لها بالشكل الأمثل. والاستعجال ده أهم حاجة. بيبقاش في استعجال. لان انت طول ما مستعجل. انك انت تسجل هدف في فريس ساندونز. الموضوع بالنسبة لك بصعب. آه تمام. انت محتاج انك تسجل جول مبكر. عشان تقدر ان انت تعدي المباراة. ولكن في نفس التوقيت محتاج ب برضو انك انت ما تستعجلش على الهدف. لان المباراة تسجل ده. طول ما انت ما دخلش فيك هدف. طول ما انت عندك فرصة كبيرة جدا جدا جدا. في انك تسعد.